إن شاء الله عسامة السبت تكون البطولة الثالثة أو المديلية الثالثة وده حلم كبير حلم صعب أعتقد أن نادي الأهلي عودنا الندم الصعب بس كمان بشوف أن إحنا كنادي أهلي كان عندنا بطولة قاسية جدا في ظروف قاسية جدا يمكن أنا ما بحبش فكرة أن إحنا نوصل للمواطن نهائي ونبدأ نرجع نسقط عليه الوضع بمعنى إيه؟ أفسر أكتر أنا كان في البعض قبل البطولة بيقول في ظل الظروف اللي حصلة وفي ظل التعنت وفي ظل افتقادك للعبتك والله كان حل كويس جدا أن أنت ما تروحش تلعب البطولة دي يمكن أنا كنت رافض للفكرة ولكن نفس البعض وناس كتير منهم لما أنت بتتخطم انتيري الأول مرة في تاريخك كنادي أهلي وشوفنا النادي الأهلي بأجيال عظيمة مقدرش يحقق ده لما أنت قدام بالمراس بتتفوق عليه داخل المباراة في حاجات كتير جدا وحنيجي لده البعض دلوقتي بيقول أن النادي الأهلي إزاي يخسر في المباراة دي آه أنت تزعل بس في نفس الوقت لازم تعرف أن أنت في ظل ظروف صعبة جدا عملت شيء قد يكون في تاريخك استثنائي وهو أن على الأقل في مباراة أمام بطل أمريكا الجنوبية تكون لك الحضور ده ازعل عشان فريقك ما تزعلش من فريقك عجبني الجملة وعجبني فكرة أنت موضح أن التناقض لأن أنا كنت مع مدرسة أن أنت ممكن تقدم اعتذار عن البطولة تقديرا لدور أفريقيا وبطل أفريقيا لكن حتى لما حصل ما حصل في البطولة لأنا سعيد جدا وفخور جدا بالنادي الأهلي وفخور بالانتماء للنادي الأهلي لأن ما تقدمه النادي الأهلي في بطولة كأس العالم الأندية بالتأكيد محل تقدير واهتمام مش عاوزين الزعل والحزن ياخدنا لفكرة جلد الزاة أكتر مما ينبغي خاصة وأن على الجانب الآخر بنجد بعض الأشخاص وبعض المنتمين لإعلام آخر وأندية أخرى وكانوا مسؤولين ومتحدثين رسميين بدأوا ياخدوا فكرة اخلافوا تماما وقت الأهلي وفوز الأهلي على منتريه بالغيابات الخمستاشر لعب تمانية منهم السين وبدأوا ياخدوا فكرة أن النادي الأهلي هو الأكثر نتائج سلبية داخل المنديال على مدار تاريخه وتجاهلوا أرقام ترجمة نانسي قنقر